قوية اللي جرتها إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة منتظرين الأهلي بنيولوك منتظرين الأهلي بكورة الممتعة مع طبعا التأكيد على طبعا رغبة الجماهير والإدارة واللعبين والجهاز الفني ده شيء ما فيهوش شك في تحقيق كل الألقاب والبطولات تسمحونا في البداية طبعا نرحب بكابتن عمر الحديدي وضيفها لنفسها النهاردة مساء خير كابتن عمر سنونا رسيز أحمد إزاي حضرتك نورنا لا يكريمك وحيشك كمان خاليني بس أبتدي معك من هنا مستني إيه يعني يمكن لأول من أول ما جيه مستر موسماني للنادي الأهلي السنة اللي فاتت لغاية النهاردة ما كانش عنده المساحة والناس دائما بتتكلم على كورته مع سانداونز وتجربته والكورة اللي كانت تعابها سانداونز وكانت الناس الحقيقة كمان يعني رفع سقف طموحاتها بشكل كبير جدا مع الرجل صحيح على مستوى النتائج الرجل الحقيقة قدم موسم ولا أروع ما حدش قدر ينكر ده لكن كورته الأهلي وخصوصا في الفترة الأخيرة ما كانت سمرضيه بالنسبة لقطاع عريض من الجمهور كابتر عامل حديم استني إيه من بداية الموسم كده في مع مستر موسماني بص يا سيد أحمد احنا دلوقتي هنتكلم عن النادي الأهلي إجهاد لعيبة النادي الأهلي احنا بنلحم سنتين أو ثلاث سنين في بعض في لعيبة مستهلكة ما بين النادي وأفريقيا وصوبر وصوبر أفريقي وصوبر محلي وانضمام للمنتخب يعني فترات الراحة كتقل ليلة قوي وهتلاقي إن اللعيبة اللي موجودة النادي الأهلي بقى عايز أقول الكيان ده كله من أسماء اللعيبة المضموم أو المستبعد أو الإعارة النادي الأهلي هيبقى راجع بشكل تاني خرص هتشوف نجمة مختلفة عن اللي احنا احتفلنا بها العشر هتشوف نجمة مختلفة إن كل واحد جاي عايز يقول أنا موجود أنا لازم أكون متواجد وسط الحداشر لاعب أنا عايز أحقق طموحاتي مع النادي الأهلي اللي حاصل على كل البطولات أنت بتحزن إن الاهلي بيفقد بطولة زي كاسماس عشان أنت متعود إنه بيحقق كل أنواع البطولات اللي موجودة على مدار سنة 2021 أي بطولة متواجدة النادي الأهلي بيحقق أدوات وإحنا تعودنا على ده إذا كنا لعيبة أو دلوقتي بينا متفرجين ومن جماهير النادي الأهلي عايزين النادي الأهلي في حدة دي بس لازم برضو الناس في دام الشمعة والله بس لازم الناس بقى فاهمة إنه وارد جدا إنه الأهلي يخسر بطول يعني طبيعي جدا إنه ما فيش فريق في العالم كله أنت بتتكلم أمبارح مثلا كل الكبار في أوروبا مثلا خسروا يعني عندك بقى الميونيخ مرعب خسر آيكس المستدام بقى له 30 ماطش مخسرش خسر أمبارح برسلونة وريال مدريد خسروا يا راجل ده فريش سانزل ما يعني جايب منتخب العالم مش هنحقق كل حاجة إحنا كمصريين وعشاق للنادي الأهلي بنحقق بنقول إحنا عايزين تحقيق كل حاجة تمام الملك أو الكنج اللي موجود مش هيفضل طول عمره مش هيطلع الكرار ولو جزء بسيط خطأ أو تخفاق في بطولة معين هي مش هنقول يعني مثلا إحنا نزعل لو كانت بطولة أفريقيا كالسوبر خلاص إحنا بنفكر تملي بنقلب الصفحة وبنفكر في ما هو جديد إنتعرف اللي بيزعل الناس إيه كابتن عمر مش خسارة البطولة بقد إنه تحس إنه الفرقة ما قدمتش اللي عندها يعني أوقات كتيرة جدا الأهلي خسر بطولات بس إحنا كجمهور كنا شايفين إنه اللعيبة عملت اللي عليها والزيادة وممكن جدا يبقى خسارة البطولة دي لأسباب كتيرة جدا لو لاحظت الفرق بين تقبل مثلا الجمهور لخسارة لقب الدوري والسوبر والسوبر المصري هتلاقي فيه فرق كبير جدا رغم إنه الدوري هو الأهم بالنسبة للجمهور لكن الناس كانت متقبلة وعرفة إن فيه أسباب كتيرة جدا كانت قدت لخسارة الدوري لكن السوبر مثلا كان فيه يعني غضب من الجمهور لأنه حسوا نعم ما عندكش أي عزر عندك عزر في الحتة دي إن أنا قدر أقول إن بطولة الدوري اللي أنا عارف إن فيه حاجات كتير قوي في ضغوط وفيه أربو مباريات وضغوط على اللاعبة والأحمال اللي كانت موجودة وفيه حاجات خارجة عن قراط وخلاص إحنا باب نتكلم في إيه إحنا عزرينك في اللي جاي إحنا لا عزر غير البطولة تكون موجودة بالنسبة للسوبر المصري انتهت مش هنتكلم في القديم وهنعيش نحكي الذكريات فيها إخفاق بسيط أو فيها مش عايز أقول طراخي أو يعني أداء مش المطلوب لجمهير النادل أهل اللي جاي هتلاقيه مختلف النادل أهل باللو جيت فكرت في أي تدريبة النادل أهل بيعملها تلاقيه فيه فرقتين بل ثلاث فرق باللي أنت جايبه من بره بالتدائمات اللي أنت ضايفها الناس حتى ملقاتش حاجة تتكلم فيها بتاعت تتكلم عن تجديد العقود ده خلاص ده ماشي ده رايح في حتة ده كان موجود من يومين في المكان الفلاني وموقع على عقود عايز يفسد استقرار اللي داخل القرعة الحمراء يوم هو ده إحنا بنتعودنا يعني جزء من عياتنا هنا حتى في قناة الأهلي حتعودنا أنه يعني إحنا عايشين طول النهار بنصحح إشعاعات أو بنصحح أخبار مغلوطة عن نادي الأهلي وده بقى مفهوم بالنسبة لنا في الأول يعني كان الموضوع مدايقني جدا بس بقى كيف فهمت إنه في ناس كتيرة جدا عارفة قد إيه الأهلي ليه شعبية وجماهيرية وبالتالي أي خبر هنا عايزة زحزح الاستقرار ده لا مش بس تتدرب الاستقرار ده كمان شعبية وجماهيرية طبعا طبعا وتابعة وسوشال ميديا فيعني ده بقى شيء بقى شيء روتيني مستر موسيماني عنده ما هو جديد في القادم اللعيبة عارفة إنت عايز منه إيه يعني لو أنت لو أنت النهاردة بتتكلم بلسان جمهور أهلي يا كابتن عمر أنت بستني إيه من موسيماني مع النادي الأهلي السيزن اللي جاي أغير المفهوم اللي وصل للناس إن أنا بقى اللعبة بقى بالنسبة للسجال ما بين النادي الأهلي وأي فرقة موجودة كل الفرقة إحنا عارفين إن أول ما بتلبس عباية الأسد بتلعب صد النادي الأهلي كده بس تمام بقى الفرق عادي المبارية أنا مثل النادي الأهلي يكون بلعب مع أحد الفرق إيه حصل تعادل أو خسارة لنادي الأهلي بالمتش اللي بعدي تلاقي خسران ثلاثة أربعة إيه ده طب إزاي ما أنا لابس عباية الأسد إن أنا كون موجود صد النادي الأهلي عشان أثبت وجودي وإثبات ذات جماهريا وتليفزيون وميديا وكل حاجة ده موجود طول العمر وهيفضل موجود على طول إحنا بقول لنادي الأهلي إنت خلاص عرفت الناس بتزعى من أهل لحاجة بسطة أنت بتفقدها إنت جهاز فني مجلس الدارة موفر لك كل شي اللعيبة الجهاز التعاقدات الأمور المالية إنت مش مطلوب منك غير أن عفوا يعني أنا بنزل المباراة من أول دقيقة بنهي المباراة في أول عشر دقيق ده اللي إنت بستنيه من مسلم المسلمين نفيش بقى أن أنا أكون متواجد وأدخله معايا في الجيم ويبقى نسبة الاستحواز بتاعته 50-50 التدائمات اللي حصلت تسمح يعني شايف أنها تسمح بده من وجهة نظرك هقولك فيه ممكن ناس كتير أو بتتكلم أنا من أول لقطة أي لعيب جي لنادل أهلي من اللي كانوا موجودين زي أحمد عبدالقادر زي عمار من أبناء لنادل أهلي لأهلي جابهم هتلاقي مثلا مكسوني مثلا أول لمسة أنا من وجهة نظري المتواضعة أنا بقول إن الراجل ده قدم أوراية اعتماده لنادل أهلي من إمكانياته لعب في ربع ساعة اتناده يجي 11 مرة استلم الكرة أكتر من 18 مرة عمل باص وتحرك وعمل أوفرلاب تحس إنه هو موجود من النادل أهلي معه إنه نازل لإعتماد أوراقه هنشوف اللي جاي حسام عشان حسام حسن ده من أولادي اللي كان موجود معايا في نادي الجيش هتشوف منه ده هتشوف منه اللي انت منتظره هو فروت بسم الله بشاء الله يعني عنده القوى الجثمانية والتحرك والعب الهوى والتحكم في السيطرة على الكرة في حالة الضغط لعيب كويس بمعنى الكلام مختلف عن شريفة يعني اتنين يعني طبعا شريفة